اشتركوا في القناة محرك البحث جوجل ونكتب بالعربية نكتب كلمة معارف نضغط على الاختيار الأول فتظهر لنا هذه النفذة بهذا الشكل فالموقع الرسمي كما نرى هنا معارف.com فنضغط على الاختيار الأول فصفحة الموقع تأتي بهذا الشكل فلإنشاء الحساب في البداية نقوم بالتغط هنا على إنشاء حساب بعد ذلك نقوم بملء هذه المعلومات الشخصية كالإسم البريد الإلكتروني وكلمة المرور أو إذا أردتم التشجيل عن طريق الفيسبوك أو يمكنكم الاشتراك عن طريق موقعكم جوجل إذا بعد إنشاءكم لحسابكم الشخصي أود أن أشير أن هذه منصة تعليمية عربية بها الكثير من المجالات التي يمكن دراستها فكما نرى هنا لدينا التجارة لدينا الإنجليزي البرمجيات لدينا أيضا الطب لدينا اللغات والكثير من المجالات التي يمكن دراستها وللإشارة فإن جميع الضورات التدريبية والكورسات كلها بالمجان إذا نذهب إلى الضورات التدريبية نضغط هكذا بعد ذلك نقوم باختيار المجال الذي نحن بصدد دراسته إذا نذهب إلى مجال اللغات الأجنبية نبدأ هنا إذا فكما نرى هنا جميع لغات العالم سنجدها في هذا الموقع فهذا الموقع هو نموذج حي للتعليم عن بعد فنجد هنا اللغة الفرنسية الإنجليزية الإيطالية اللغة الإسبانية أي لغة أردتها ستجدها هنا إذا نذهب إلى اللغة الفرنسية هكذا إذا بعد ذلك نقرأ التفاصيل المتعلقة بهذه الدورة نجد هنا قسم اللغات عدد الدروس 33 يوجد شهادة مجانية بعد انتهائك من هذه الدورة إذا فكما نرى هنا الدروس التي نحن بصدد دراستها كلها في هذا الموقع إذا يجب قراءة التعليمات قبل الحصول على هذه الشهادة ففي البداية يجب أن يكون لديك حساب شخصي أن تشاهد كل الدروس يجب أيضا أن تشاهد على الأقل 75% من مدة كل درس حتى يتم احتسابه أيضا يمكنك تتبع تقدمك بهذه الدورة من خلال حسابك الشخصي من هنا كما نرى هنا في الآخر لا يوجد أي رسوم للاشتراك في الدورة إضافة إلى أن هذه الشهادة يعني مجانية إذا لنقوم بالبدء من أحد الدروس مثلا نضغط على هذا الدرس فتقوم بمشاهدة الدرس يعني بشكل كامل إلى أن تصل هذه الخانة الزرقة يعني كاملة فهذه تمثل تقدمك بالدورة وبعد انتهائك من مشاهدة الفيديو تقوم بالضغط هنا على الدرس القائم حتى يتم تحويلك إلى الدرس الموالي إلى أن تقوم بإنهاء جميع الدروس إذن أنا قمت باجتياز إحدى الدورات وحصلت على الشهادة لأريكم النموذج نقوم بالذهاب إلى الشهادات فكما نرى هنا الشهادة سنجدها هنا أيضا يمكنكم طلب شهادتكم سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية أنا قمت بطلبها باللغة الإنجليزية تحت اسم French Language إذن فالشهادة تكون بهذا الشكل سنجد هنا الاسم الشخصي الخاص بكم وعنوان المجال الذي قمتم بدراسته إضافة سنجد هنا رقم الشهادة المعتمدة وهنا تاريخ حصولكم على الشهادة وهنا سنجد القود الخاص بك بالسكان الذي يمكن للغير يعني أن يتأكد من شهادتك هل هي فعلا أصلية أو لا إذن فهذا الفيديو هو عبارة عن جواب لأحد المتابعين وفي النهاية إذا استفدتم معنا لا تنسوا أن تشاركوا معنا في القناة حتى تصلكم الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله